نتيجة تزاوج البط مع الوز. نتيجة تزاوج البط مع الوز. الحمد الله يا جماعة نتيجة تزاوج البط مع الوز نجحت. ويلا بنا نخش على الفيديو ونشوف النتيجة ونشوف اللي حصل في الفيديو. اهم حاجة ما تنساش اللايك والشير والشتراك في القناة وفي حالة الجراسة عشان نصاركم كل جديد. وكل كامل للفيديو الاخر علشان يعرف البيت ده جواقة وهل نتيجة التزاوج نجحت ولا لا. نتيجة تزاوج انسة الوز مع زكر البط. نتيجة تزاوج انسة الوز مع زكر البط. او نتيجة تهجين الوز مع البط. او نتيجة تزاوج ذكر الوز مع انسة البط. سموه زي ما تسموه النوع او التهجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم يومياتي في مزرعتي والفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. حلو جدا 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 وتسألت عليه قسما بالله بدل المرة عشرين. بدل المرة عشرين. الناس كلها عملت قولي فان نتيجة التهجين فان نتيجة التزاوج فان نتيجة التهجين فان نتيجة التزاوج. طبعا يا جماعة يوم ما انا ما صورت الفيديو اللي كان فيه دكر البط بيتزاوج مع انسة الوزة. وهسيب لكم رابط الفيديو بتاعه في اول تعليق مسبت. مكانش فيه ساعتها الوزة بيبيت. مكانش الوزة بيبيت. فبالتالي الكسر او التطريق بتاع الدكر راح على الفاضي لان ما كانش فيه اصلا بيضة ان يتتلقح او تتخصب من دكر البط من الوزة. فربنا قرمني وجات البطة انسة البط بادت. جات انسة البط بادت. فانتهست الفرصة بتاعت ان دكر البط المسكوفي بتاعي عيان. وانتهست ان كده انا ما عندش دكر. ومش هروح اشتر دكر مخصوصة علشان البطة. انتهست الفرصة دي وروحت مجوزها لدكر الوزة. جوزت البطة لدكر الوزة. طبعا يا جماعة البطة كانت بيضة قبل ما تتزوج مع دكر الوزة ثلاث بيضات. وللأسك يا جماعة الثلاث بيضات طلعوا بيضين زي ما حضراتكم شايفين كده. الثلاث بيضات طلعوا بيضين. اهم في واحدة رميتها لانها نطنت جدا وواحدة سبتها. طبعا يا جماعة نطبع قناتي يومياتي في مصدرعتي. عارف ان انا يوم ما حطيت البطة مع دكر الوزة وحطيت البط في الخن قلت لكم ان البيض ان بيض البطة اللي متزوج مع دكر البط المسكوفي متعلم بعلامة اكس سودا. متعلم بعلامة اكس سودا. وقادة علامة الاكس وقادة يهمها البطان هام. مزرقين مبيضين. لان يا جماعة ما كانش فيهم كسر اصلا ودكر البط كان عيان وما تزوجش مع البطة. ما تزوجش مع البطة. طيب يا جماعة دكر الوز البطة باضت معاه خمس بيضات. البطة باضت معاه خمس بيضات. فيه اتنين منهم اتكسروا واتنين منهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني ولله الحمد سلامة هم. اللي اه التلاتة دات سلامة هم يا جماعة وفيه اتنين هي؟ نحن يكسره! البطة باضط تمام بيضات! هذه المرضة اقتلبيضة قد تبيضة عدد أولاد جدا! لم أعرفش السبب. آآ لكن الحمد لله! عسى انت تقراه شيئا وهو خير لكم. عسى انت تقراه شيئا وهو خير لكم! فعلا كان خير. والبطة برضه ماردتش ترقد! البطة ماردتش ترقد! لهنا كانت مستغرب في المكان! وفي نفس الوقت برضه كانت مستغربة قبل د olmay attempting عنديemasو اياكyon obt Gloos! لكن بسم الله بοςه Nikki فيريد التذف bare K Mmmm لدينا كي يرزد اقدروا الحمام اشتركوا اطفال البط ده اللي متزوج معه الوزد. يزهر بط البط اللي متزوج معه الوزد. اللي هو اللتيجة. يعني اللي هو اللي هو البط يا جماعة بط موزوز. اللي جوها البط اللي جوها البيض ده بط موزوز. تمام? انتاج جديد سلالة جديد شفني غريب جدا. البيض يا جماعة فاضله تقريبا كده النهاردة عمره خمسة وعشرين يوم تحت الحمانة. عمره خمسة وعشرين يوم تحت الحمانة. في كزا فيديو برضا يا جماعة من فيديوهات الحمام كنت بتشوف الحمام رأت عليه وابتضربني. بس انا علشان اصور لكم الفيديو بتاعي النهاردة ده طلعت الحمامة برا. الحمامة يا جماعة بتلقود على ثلاث بيضات ضل ومكفيهم لاني يا حمامة اصلا انت يا رومي حجمها كبير جدا. وكمان ذكرها رومي. طبعا يا جماعة هم ما كانوا ش بيضين. اه كانوا بيضين بس بادي هم اتكسر. بيض الحمام اتكسر فانتهست الفرصة دي برضو. وحطيت البيض تحت يوم. فانتهست الفرصة دي وحطيت ابقشة تحت يوم بحيث ان البيض مايرقودش يفسد. البيض فيه جنينيا يا جماعة. والجنيني انا حاسس بالعرق بتاعه. انا حاسس بالعرق بتاعه وتنبض فيه. بسم الله ما شاء الله. لما صلى على النبي. درجة حرارة البيض احسن من درجة حرارة البيض ما يكون تحت بطة. درجة الحرارة حلوة. هابدء بقى من النهاردة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كان لنا عمر. ان انا ارش اومبه علشان ان شاء الله خلاص بقرoud يبس واشايفين برضى يا جماعة الحمامة بسم اللهraj موصول ان اننا بعملة عش كبير ازاي يعني خدرة ربنا بجدد خدرة ربنا شايفين معشة شها للون في كمبруг ازاي. على عكس ان الحمامة التانية شايفين عمل عشة بسيطة ازاي. اه يا جماعة ده اتترك. ده اتترك بسحب العشة ورايحي ناك. بس الحمامة الشالسة اللي لونها اسود. الحمامة الشالسة اللي انا طلقتها للونها اسود. ده الذكر يا جماعة راح عن ضبيضه. اهو. بيرد على البيض ويغضي خالص. الانتاج يا جماعة اسمها كبيرة عن الذكر فهي بصراحة اللي بتبقى رأيها ده معظم الاوقات. هي اللي بتبقى رأيها ده معظم الاوقات. وازون ان انتم شفتوها في فيديوهات كتيرة جدا اللي تبعين. ده يا جماعة انا تكتي التهجين. وحبت بس في الفيديو ده اوريكم البيض. واقول لكم انا فقسته ازاي او فقسه ازاي وطمامكم علي وقلوكم ان فعلا التهجين الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجح. وان تزاوج الوزة مع البط نجح سواء كان دكر الوزة اللي متجوز مع البطة او دكر البط اللي متجوز مع الوزة. في الحالتين ان الانتاج بيبقى شكل واحد واقل من اسبوع. اقل من اسبوع هيكون معانا الشكل الاجنة اللي جوه البيض ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتهت حرقكم في قناتكم يوميات في مطرع دي. ما تنسنونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ننصلكم كل جديد. دمتم في امان الله ورعاكم.